إلى ذلك أصدرت حكومة والجمهورية الصحراوية والأمانة العامة لجبهة البوليساريو بياناً ترد فيه على مصادر للسلطات المغربية والإسبانية بخصوص دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط في الصحراء الغربية وجاء في البيان بكثيراً من الاستغراب اطلعت حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو على محتوى البيانين الصادرين عن المحتل المغربية وحكومة القوى المديرة الإسبانية مؤكدة أن الموقف المعبر عنه من الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية فالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وكل المنظمات الإقلمية والقارية لا يعترفون جميعهم بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية